في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيزة لسعود سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين أكد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الجانبين مشددا على ضرورة تعزيزها وتطويرها إلى أفاق رحبة بما يحقق الخير والنماء لكل البلدين والشعبين الشقيقين أتشرف أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي خادم حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة على السعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على السعود ولي العهد نائب رئيس منزل وزراء وزير الدفاع وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى الواحدة والتسعول لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ذكرى يوم الوطني للمملكة العربية السعودية هي ذكرى مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان ونستذكر بكل فخر واعتزاز إنجازات الماضي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي أرسى دعائم الأمن والاستقرار فيها بدستور يقوم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحقق لهذه البلاد عهودا جديدة من الرخاء والاستقرار والأمن والأمان في المملكة وسار على نهج أبنائه البررة من بعده وصولا إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يده الله ورعاه والمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله شهدت المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وهي إنجازات تتميز بالشمولية والتكامل في بناء الوطن والتنميته وكذلك أعلان سيدي سمولي العهد مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذا العام والذي جاء انطلاقا من دور المملكة ومساعيها الجادة في الحفاظ على المناخ وحماية الأرض ودعمها المستمر لجهود المجتمع الدولي في مواجهة الصعوبات والتحديات والأزمات البيئية كما لا ننسى أن نشيد بجهود المملكة وحسن إدارتها في التصدي لجائحة كورونا فخبرة قيادتها الحكيمة وحيوية شبابها تكاتفوا للتصدي وانحسار هذه الجائحة وما لحق بها من إضرار ونتج من آثار فكانت سلامة المواطن والوافد والمواطنين خارج المملكة من أعلى اهتماماتها وأولوياتها منذ بداية الجائحة وأود بهذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة على كافة المستويات انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل الرعاية الكريمة من سيدي خدم عرمين الشريفي الملك سلمان بن عبدالعيزان السعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله وهي علاقات تاريخية وثيقة أقل ما يقال عنها أنها قائمة على القربة والترابط وحسن الجوار ووحدة المصير والأهداف النبيل المشتركة سائلنا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة من لدن خادم حرمين الشريفين وسمو ولي العهده الأمين أحفظهم الله